أهلا بكم من جديد إلى ضيوفي أستاذ حنة في تحركات دولية الآن لعدم تفجر الجبهة في لبنان هناك تحركات فرنسية مرة أخرى القرار 17-01 ماذا يؤمل الآن من هذه التحركات وفي نظرك كيف يمكن لحزب الله أن يرد؟ بدون شك هناك تحركات دولية باتجاه لبنان بدأها وزير الدفاع الإلماني ووزير الدفاع الفرنسي مفاد رئيسي فرنسي بالأمس كان في لبنان مدير الاستخبارات الفرنسية أيضا مر الوزير إيطالي إلى آخره القضية المحورية كانت عدم أخذ لبنان إلى الحرب والعودة إلى مندرجات الأرار الدولي 17-01 هذا الكلام سمعه أيضا رئيس الحكومة نجيب مئاتي الذي كان يشارك في الإمارات في قمة المناخ عندما التقى الرئيس ماكرون والرئيس السيسي وغيرهم من المسؤولين العرب والدوليين ما يقوله الرئيس نجيب مئاتي أن هناك بحث يجري مع الأمم المتحدة لاستكمال التنفيذ الأرار الدولي 17-01 وإجلاء إسرائيل عن النقاط الخلافية الحدودية الموجودة منذ ترسيم الخط الأزرق في العام 2000 عندما انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان هناك 13 نقطة خلافية يعتبرها لبنان أراضي لبنانية وإسرائيل لا تريد القروج منها وهناك مفاوضات بشأن هذه النقاط لكن هل سيوافق حزب الله على التراجع هل القرار موجود في الضحية الجنوبية وإذا كانت طهران أمام احتمال خسارة الدفرسوار السني هل ستقبل بأن يتراجع حزب الله ماذا ستفعل أعتقد المسألة الشائكة لكن هناك مناخ لبناني كبير لا يريد الانخراج في الحرب والمطالبة تتسع بأن يتم الالتزام بالأرار الدولي لأنه يمكن أن يستند لبنان إلى القوى الكبرى التي صنعت هذا القرار وأصلت قوات إلى لبنان هناك قوات ألمانية إيطالية فرنسية إيرلندية العديد من دول أوروبية من دول حلف الناتو عملية موجودة في جنوب لبنان إذا تم الالتزام بهذا القرار يمكن أن يبتعد التهديد الكياني الخطير الحالي الذي كل يوم نسمع على ألسنة القادة الإسرائيليين تهديدات بأن بيروت ستكون النموزج الثاني بعد غزة بدون شك هناك مكابشة آتية لكن برأيي نقطة الخلل الأساسية هي في تركيبة السلطة في الحكومة الحكومة الحالية التي يرأسها نجيب مئاتي هي حكومة حزب الله هي حكومة التخلي عن كل شيء والالتزام بما يقول حزب الله الموضوع ليس استخمال القرار كما قالنا نجيب مئاتي الموضوع يجب أن يكون تنفيذ القرار القرار ليس منه نختار منه ما نشاء هو الزامي بكل دمو نعم صد في رأس الأمريكان أمس قالوا أن المعركة قد لا تنتهي قبل نهاية هذه السنة يعني كأنه بدأوا يشيروا إلا احتملت أن تمتد حتى نهاية هذه السنة وكأنه إشارة لإسرائيل أنه هذا هو الوقت المسموح وإلا عليكم أن تقولوا ماذا أنجزتم وماذا لم تنجزوا والأمور تنقلب ضدكم وضدنا طبعا وهذا يقود يعني إسرائيل إلى الجنون لأنه لو لاحظنا الآن عملية خان يونس والإسراع في محاصرة خان يونس والقيام بهجوم على خان يونس قبل إخلاءها من السكان طبعا يعني يعيد تجربة الشمال لأنه تجربة الشمال كانت بالنسبة لإسرائيل يعني قصف مدنيين فقط لم يبرهنوا على أنه قاموا بمثلا بإلقاء القبض على أحد من الفصائل المسلحة أو حتى إثبات قتلهم للقيادين الذين أعلنوا عن قتلهم لم يثبت أنهم قتلوا وبالتالي عملية قصف السكان ستعود إلى المشهد بالتأكيد في خان يونس خان يونس عملية مستعجلة جدا الآن ويبدو أنهما مرتبطين بالقرار الأمريكي القرار الأمريكي أيضا يعود لسبب مهم جدا وهو يعني مصداقية اختبار مصداقية نتنياهو اختبار مصداقية إسرائيل لأن إسرائيل ما أعلنته إلى الآن لم يثبت مصداقيته أطلاقا وإسرائيل الآن يبدو على ما يبدو أنه يعني وحسب ما يعني كتب في الصحافة الأمريكية بأنه هناك تقرير قدم من الإدارة الإسرائيلية من نتنياهو اللي هي إدارة الحرب نتنياهو وزير دفاعه وقائد الجيش بأنه لدينا إثباتات بأن بقية الرهائن موجودين في خان يونس قادة حماس موجودين في خان يونس القوة الكبرى من الفصائل الغزية المسلحة في خان يونس والآن هم أمام مشهد يعني مرعب حتى بالنسبة لهم على ما أعتقد بأنه هم أمام امتحان صعب إما إثبات أنه كلامهم صحيح وإثبات أيضا مسألة مهمة جدا أنه هم قادرين على السيطرة لأنه الشمال فلت من إيديهم الشمال هم غير مسيطرين الشمال موجودين لكن غير مسيطرين أمس كنا نشوف مواطنين في الشمال ولازالت الأنباء تتحدث عن قصف ووفاة مدنيين إذن الآن هل هذا المشهد سيتكرر في خان يونس وبالتالي على ما أعتقد أنه سيكون هناك انذار أمريكي بضرورة العودة إلى الهدنة والقبول بالمفاوضات وإيقاف الحرب دكتور سيد المشروع النووي مفاعل ديمونة في الجنوب حماس بما لديه والفصائل الأخرى من سلاح من صوريخ من القضائف تشكل خطر على سلاح النووي الإسرائيلي وكيف لإسرائيل أن تتعامل إذا كان هناك خطر موجود والله فيه تأريل نيويورك تايمز قالت أن في 7 أكتوبر مع الهجوم وأثناء أو ما بعده قليلا بس أعتقد 7 أكتوبر أنه كان دم استهداف بالصواريخ المتاثرة لدى الفصائل واستهدفه أحد الارتكازات التي يعتقد أن بها صواريخ أريحة ومعها الرؤوس النوائية بمنذها اسمها سدود أفتكر في منطقة يعني شرق أشدود هي في وسط إسرائيل وحصل احتراق لبعض المخازن وبحسب قولهم أنه كان من حسن الحظ لم تطال أي رؤوس نووية مع احتمال في رؤوس نووية أم لا طبعا مش معروف لكن ده كان شيء يعتبر خطير للغاية قد يكون كذلك بالنسبة لدايمونة لكن احنا أنا متخالي لأتي حضرتك حتى لو مش متخصص في النووية شيء طبيعي الرؤوس النووية بيتم فصلها أساسا في مخازن بشكل معين تحت يعني تدريع ضخم جدا بعيدة عن الأماكن غير معروف إذا كان هنا أو هناك بعيدة عن الصواريخ التي تحمل عليها بشكل برضو حتى لو كانت في نفس المعسكر هو شيء طبيعي أنها تكون قريبة من الصواريخ التي ستحمل عليها حتى تسهل العملية الإدارية في النقل والتحميل ثم الإطلاق إنما اللي أنا عايز أقوله وارد ترى ما حصل هذا الحريق بهذا الشكل فهو وارد من ناحية الخطر وليس من ناحية النتيجة الكاملة أن يتم استهداف نووي هذا الشكل وبهذا التأثير النهائي المؤثرة أستاذ حنى لماذا دائما ترتبط جبهة لبنان بالتطورات المتعلقة تحديدا في غزة جبهة لبنان هي جزء من المحور الذي أقامته إيران للدفاع عنها وليس للدفاع عن غزة وليس للدفاع عن الفلسطينيين ولا عن الشعب اللبناني قبل أشهر كان الحديث عن ترابط الساحات لو كان فعلا هناك دفاع عن غزة كنا شهدنا هذه الساحات قد اشتعلت والحديث معروف أن إمكانات وقدرات حزب الله العسكرية تفوق بما لا يقاس ما لدى حماس ولدى الجهاد من قدرات أما الربط بموضوع غزة كما جاء في خطب حسن نصر الله وفي موائف حزب الله وإعلان المساندة هو من جهها يريد أن يستعيد السمعة أن يستعيد الشعبية أن يرضي جماعته عندما وزع الكثير من المعطيات عن أنه سبعة دقائق ونص تنتهي إسرائيل والساعة قد حانت والوقت قد أزف ولنتذكر جيدا أنه في مرحلة ما اعتبر حسن نصر الله أن أشرف معارك حزب الله هي مشاركته مع الحسيين وفي مرحلة أخرى أيضا أهم المعارك في قتل الشعب السوري واقعيا القرار تقرره القيادة الإيرانية متى يكون التحرك وأين يكون ولم ينسى أحد من اللبنانيين جملة حسن نصر الله الشهيرة في العام 2006 لو كنت أعلم عندما بلغت دمار زروته الرابط بغزة لأجل الحفاظ على وضع شعبي ولسمعة التي تأثرت في البيئة اللصيقة بحزب الله التي كانت مشبعة بدعاية أن الساعة قد أزفت وتبين أن الأمر مغير لحسن الحظ حتى الآن أستاذ فراس مسألة القضاء على حماس وهو الهدف العنوان العريض الذي وضعته إسرائيل في عملياتها العسكرية بدأ البعض يمهد أن هذا مستحيل حتى الرئيس الفرنسي ماكرون في قبل ثلاثة أو أربعة أيام قالها صراحة قال إذا كان هذا هدف إسرائيل فمعناها تتحدث عن سنوات طيب إذا توقفت الحرب في تقديرك ماذا سيكون نتنياهو إذن للإسرائيليين إذا توقفت الحرب انتهى نتنياهو ونتنياهو لصالحون تبقى الحرب لأن نتنياهو أساسا مجرد إيقاف الحرب هو ذاهب إلى المحكمة يعني لا يوجد شيئا نتحدث عنه يخص مستقبل نتنياهو أساسا السياسي لكن التاريخ الآن هل يسامح نتنياهو التاريخ يتحدث عن يعني عن دمار السمعة العسكرية والسمعة السياسية الإسرائيلية التي كان الغرب يعني يتباهى بها يتغنى بها بأنه هذا إسرائيل يعني في الشرق الأوسط هو القوة العظمى عسكريا وهو سياسيا قادر على أنه يثبت مصداقيته دائما في خطابه الآن إذا فشل نتنياهو في حربه على غزة لم يستطع أن يقضي على حماس بكل فصائلها طبعا هو يمكن أنه يضعف حماس لكن نحن نستبعد أنه يقضي على حماس بكل فصائلها وبنفس الوقت هناك مسألة أهم من القضاء على حماس هي هو موضوع التهجير لأنه هذا موجود يعني وارد عندهم أنهما يعني يريدوا أن ينفذوا مخطط للتهجير فهما إذا فشلوا في الاتجاهين القضاء على حماس عودة السكان اللي هجروا نزحوا من الشمال إلى الجنوب من الجنوب إلى الشرق إلى الغرب إلى آخر رجعوا وصار عملية تعمير وإلى ذلك أنا باعتقادي بأنه هذه ستكون فاصلة في التاريخ الإسرائيلي وسيتوقف عندها الكثيرين في أوروبا وفي أمريكا عند التعاطي مستقبلا مع أي معطيات أو أي معلومات يعني تصلهم من الإدارة الإسرائيلية دكتور سيد صحيفة أمريكية نقلت قالت تقريبا خمسة آلاف عنصر من حماس قتلتهم إسرائيل في هذين الشهرين هذا العدد مبالغ فيه يعني ثم كيف يمكن لإسرائيل أن تعرف من قتلت يعني ما نراه ضحايا مدنيين أطفال نساء هذا الذي نراه أعتقد أن إسرائيل بنت المنطق وراء هذا العدد هو منطق عدد من توفاهم الله نحتسبهم شهداء بالكامل اللي هو قالت نوتخطى الستاشر ألف و لو تفتكر حدث قلت هولي مبارح وكان أعتقد تصريح يتردد كثيرا أن مقابل كل مقاتل من حماس اثنين من المدنيين إذا لو قلنا ثلث الخمستاشر الستاشر ألف هو الخمست آلاف يعني الحزبة مبنية زي ما كنا بنحسب الخسائل هو فكر بنفس المنطق فيه تم الموافق عليها من عدة أطراف حتى البنتاجون يعني تكلم وقال نتطفق مع ذلك بعض المستشارين الموجودين معه إنما نرجع بقى نقول شيء الخمست آلاف طبعا هم ليسوا من حماس فقط هم الفصائل هنفترض أنهم صح خليه بس أمشي مع نقطة إنها ما بين 30 إلى 50 ألف قد تزيد ولن تقل عن 30 ألف يبقى الخمس سلاف دي تكون كام من العدد المتوسط تكون التمانية في المية التمانية في المية إحنا بنقول في القتال التقليدي من يخرج من المعرقة ومن كانت خسائره 40 إلى 60 في المية في القتال التقليدي أما في هذا النوع من القتال لا ممكن تبقى أكثر عرف حدك فيه كلمة بنقولها إيه حتى في الجيش الكتيبة المشالة وفضل فيها واحد تحسب كتيبة دخال الكلمة دي لأفراد المقاتلين على الأرض تحسب الوحدة طالما موجودين إذن هذا الرقم حتى إن كان صحيح لن يؤسب بالشكل لازل أن تصور شكرا لوجودك معنا دكتور سيد غنيم من بيروت الكاتب والمحلل السياسي حنة صالح وفي السوديو في راس ناسان الكاتب والمحلل السياسي شكرا لكم جميعا انتهت ساعة مشهد غزة تحياتي